كل اللعباتنا كانوا نجوم يعني كل اللعيب أمبارح الحياة اللي ظهرت في الملعب كانوا نجوم واخد بالك أنه في أسماء تقيلة قوي كانت غايبة عن تشكلة المتخمب أمبارح يعني ده مش تقليل من سكواتر للعب المباراة أساسي أو احتياطي كلهم كانوا الحقيقة فوق المستوى المطلوب وكلهم قدموا مباراة كبيرة جدا الشناوي حجازي علي جبر أكرم توفيق يعني كل اللعيب مش عايز أنسحد بس أكرم توفيق أنا محتاجة أقف معه شوية لأنه الحقيقة أكرم يعني أبشوفه واحد من أهم الدروس في قوة الإرادة والإصرار اللعيب ده كان مبطل كورة بقاله 8 شهور تقريبا نتيجة إصابة عنيفة جدا والطبيعي جدا عشان يرجع بيبقى محتاج مش عشان يرجع يبقى نمر واحد عشان يرجع يلعب تاني ويستعيد جزء من المستوى أنه ياخد وقت كبير لكن أنه يلعب ويستعيد جزء من المستوى ويستعيد صدارة المشهد في المركز بتاعه كباك يمين دي الحقيقة واحدة من النقاط اللي لابد أن نشيد بها لما نجيب سيرة أكرم توفيق وأكرم من برح أرقامه في المباراة الحقيقة بتأكد على الكلام اللي أنا بقول له حضراتكم برح نتكلم على عدد 36 تمريرة منهم 31 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 86% عشر تدخلات منهم ست تدخلات نجحة وهو الأفضل معدل في المباراة الالتحامات الهوائية اتنين بنسبة تجاح 100% 16 استخلاص للكرة الأفضل على مستوى المنتخبين اللي يعبوا مبارح 16 استخلاص أقرب حد فيه في منتخب مصر يعني معدل نجاحه فيه الاستخلاصات سبعة أحمد حجازي انت بتتكلم تابعاً أكتر من الضعف قطع تمريرات اتنين ستة استخلاص كرة تانية وهو برضو الأفضل في المعدل ده فالحقيقة أداء خرافي من الظاهير الأيمن الأفضل في الفترة دي ولما تيجي تشوف بقى أكرم عشان تعرف معدن أو تقيس كواليتي كواليتي أكرم توفيق أقولك أن العيب ده مبطل كرة السنة دي نفس السنة اللي احنا فيها دي 8 شهور من يناير 2022 لغاية 9 أو 10 22 ما شاء الله الحقيقة قدرات قدرة يعني مش قدرات قصة مش قصة بدني بس قصة إصرار وقصة تركيز وقصة عزيمة وقصة مجهود كبير جداً شابو أكرم توفيق شاء الناس اللي بتكلم تقولك أسلي جون جي من عند يا جماعة ده منتخب مصر انسوا الألوان وإحنا منتكلم على منتخب مصر وعلى عالم مصر أرجوكم مننسى الألوان